شريف يا بعد رفروحي الله يعزك عزوه زيان فدصل فصل عسل عوسي عز على أول حديد هشاء هل 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 والله بالغالي هل والله بالغالي طبعا يا جماعة الخير امسكها امسكها عشان نصورها بس هذي اللي ذاك اليوم كنت ماسكها في ذا الزاوية بالضبط وقلت لكم وش دا توقعون وش دا توقعون في ناس قالوا فلوس ناس قالوا خريطة العالم على العموم هذي طويل العمار فقط النار اللي تجي في الزاوية اللي علننا عنها قبل تقريبا يومين أبشركم ما عد باقي منها لشي بسيط مرة واليوم راح نوصل آخر دفعة هذي بس المنطقة الحسة باقي المناطق كلها تمشحناها وخلصنا بس الحسة كم حبة تقريبا هي الحسة طلبات حسة كثير يلا الحمد لله على كل حال وراح نوصلها اليوم إن شاء الله كاملة شراك اليوم راح نوصل حنا والله نطاقطك شو من الناس ونستوانس شو شغل ما نديب كيه شوف بعد التقييم يلا والله ودي شراك منروح ولا منروح أراك كذا نتفضل يوم البشارة يا جماعة الخير الأمور تمام تمام التاير هذا ونحلت مشكلته ويوم حليناه تخيله صارت عندنا مشكلة ثانية اللي هي هنا أثر يوم مني ضربت ضربت بالتايرين مو بالتاير الواحد فضرب عندي هذا برضو لازم نحل مشكلة الجنط فأكيد إنه مشكلة الجنط برضو نفس الكلام لكن خفيفة يعني مو زي اللي أمس لا هذه يعني تطلع باللفات بس اللي تدق ريوس قدامنا طبعا ما في شيء أبد أمور طيبة فأحلها على رواق يعني ممكن بعد أسبوع أسبوعين عادي أما الجنط القديم اللي هناك لا هذا كنحل وخلص خلاص الحمد لله عشرة من عشرة أوف لا ما قد صار أذي ما لغت لا عشرة من عشرة والله والله عشرة من عشرة أنا اللي علي سويت إذا الحين اتصلت عليهم بيدي جاوجوا ما جاوب راحتوا مات ولا بنحله إن شاء الله